موسيقى 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 السلام عليكم الحوام طويل الساق هو أحد الأنواع التي تفرخ في شمال العراق في جبال كردستان هذا واحد من آلاف من الطيور التي تصاد سنوياً بالعراق في أحد مظاهر الازدراء وعدم الاحترام للحياة البرية في العراق أرجع عليها بعدين بدأت الحضارات ونشأت على أطراف دجلة والفرات وبالرجوع إلى جميع هذه الحضارات ابتداء من أقدمها السومرية خمسات آلاف سنة قبل الميلاد وانتهاءاً بجميع الحضارات المتتالية كانت علامات هذه الحضارات التمثيل لقوة هذه الحضارات يعتمد على الوحوش يعتمد على الأنواع الأصلية الموجودة في العراق بما معناه كان الزائرين والفود إذا يجون إلى بوابة عشتار ويلقون أسد بابل هو مو حباً في أسد بابل ولا افتخاراً به وأنما هو رسالة واضحة أنه الناس الذين يعيشون خلف هذه الجدران هما كالأسود وأنتم تكونون كالشخص الممدد تحت الأسد في حالة غزو هذه المملكة لحد هذه اللحظة تتخذ الأنواع البرية والسقور والنسور مثال لشعارات الدول ففخر وقوة العراق المتمثلة في عالم العراق على صدر واحد من هذه الطيور وهو العقاب الذهبي نرجع إلى خارطة العراق بتقسيم خارطة العراق على عدد العراقيين نشاهد بأنه دائماً العراقيين متركزين في مناطق المدن الكبيرة والقرى والألياف بما معناه أن هناك 60 إلى 65% من المساحة العراقية غير مأهولة من قبل العراقيين ما الذي يأهل هذه المناطق؟ حبي الذي امتده خلال 18 سنة للحياة البرية بالعراق جعلني أن أزور الكثير من مناطق العراق متحدين للأخطار اتداء من الفاو والتي هي ليست آخر نقطة بالعراق وإنما من راس البيشة على منحدرات الخليج العربي إلى آخر نقطة في جبال قردامن وقردقو في شمال العراق طبعاً هو من السخرية بأنه واحد يرجع بالبيت مضايق فرأساً يطلب من الأهل أنه يحول على الناشنال جيوغرافيك أو يحول على البي بي سي دوكومنتري للحياة البرية ويبدأ يباوع كيف الناس والعلماء في هذه المناطق يأهلون الحيوانات وكذلك يساعدون في جمع التبرعات لحماية الحياة البرية التي هم يفتخرون بها هذا الثيم أو هذا الأسبكت أو هذا النموذج أبهار السومارين قبل 5,000 سنة قبل الميلاد بأبهار الأنواع العراقية على جدرانهم على أعلامهم على شعاراتهم التي استطاعوا بها أن يحتلون الكون أحشي على عدة مناطق زرتها من العراق خلال 15 سنة الماضية في نهاية 1999 كانت منطقة تعتبر جنة عدن جنة في جنوب العراق ميزة من الكثير من الأديان نهاية 1990 هذه المنطقة مسحت من خارطة العراق نتيجة لأسباب سياسية بس بالرجوع إلى الفكرة الذكية والخبيثة في نفس الوقت كالت الفكرة أنه قدر يميزون ارتباط الشخص الأهواري والشخص العراقي السومري مباشرة بعلاقة روحانية مع البيئة فكان الهدف قطع الماء وقتل البيئة وبالتالي جعل الشخص العراقي هو هائم وسائر في أرى الصحراوية هذه الصورة التي تقطت من بي بي سي سنة 1977 وهو في أوج ازدهار الأهوار وإذا ترون الصورة التي يفوق وهي صورة الأهوار عام 1977 والمساحة الخضراء في نهاية 2003 تحولت هذه المساحة الخضراء إلى بقعة صغيرة في أقصى جنوب شرق العراق في هورا الحويزة وبالتالي تحولت جنة عدن إلى صحراء قاحلة بدت المبادرة العراقية الكندية The Canada Iraq Marchland Initiative كان الهدف منها التعاون مع الجامعات العراقية ووزارة البيئة العراقية والجامعات الكندية في العودة إلى الأهوار وعادة تأهيل بناء الأهوار وظيفتها كانت خبير الحياة البرية أنه أراقب عودة الحياة إلى بيئة الأهوار عودة الطيور، عودة الأسماك كان الهدف بأنه ينقطع المي وبالتالي تموت النباتات وبالتالي تروح الأسماك وبالتالي لا توجد فرائس للطيور المهاجرة وذهبت الطيور وبالتالي فقدت الحياة وما شاف نفسه إلا الشخص الأهواري هو عبارة عن شخص وحيد في منتصف أرض قاحلة الكثير من الصور التي جاءت كنجاح لعودة الحياة البرية في الأهوار منها عودة الأنواع المهددة بالانقرام مثل هذا الطائر هذا الطائر على نوع الاتحاد العالمي لصون الأنواع أنه انقرض من العراق نتيجة لجفاف الأهوار ولكن بعودة المياه عاد هذا الطائر من جديد إلى بلاد ما بين الرافدين رجعت الناس نتيجة لرجوع المي رجعت الناس إلى توفر الأسماك رجعت الناس إلى توفر الطيور رجوعها من سايبيريا ودخولها إلى العراق مرة ثانية وبدت الحياة تزدهر ولكن بقت مشكلة واحدة هو عدم احترام الحياة من قبل الناس الموجودين في ذلك المكان آلاف من الطيور التي يتهاجر من سايبيريا وأفريقيا وتأتي إلى تقضي فترة الشتاء إلى الأهوار تنصات سنوياً جزء كبير ينذب ليش؟ لأن هذا يصاد عن طريق أو وسائل غير قانونية أو وسائل غير صحية باستخدام المبيدات باستخدام الـ طبعاً الشخص الأهواري لا يستطيع استخدام هذا الشيء لأنه مر بمرارة هذا الشغل مر بمرارة هذه الميثودولوجي عندما جففت بيئته فما يقبل على نفسه أنه يحدث في الكائنات الموجودة في الأهوار كان شغلي أنه أساعد الناس أن يحافظون على هذه الأنواع بس من أسافر أحضر نفسي وحضر الجنطة ماتي دارية أسافر الأهوار شخص من بغداد رايح إلى الأهوار ويحكي عرب الأهوار ويقول له لصيد الطيور هذا ما يقول له كانت من الصعوبة أنه أوصل هذه الفكرة إلى الناس البسطاء اللي يعتمدون على ألفين دينار من صيد هذه الطيور اللي يعيشون يوم كامل طبعاً اللي يسمعون اللي يحتاجون أنه يسمع هذا الكلام لازم يكونون على ثقة بي وعلى معرفة ودراية بتاريخه ووقفة باتجاه هذه المنطقة المتميزة من العراق فضليت أشتغل في الأهوار فترة ما يقارب خمسة سنوات مريت بالأراضي الرطبة العراقية ابتداء من الفاوة لحتى آخر منطقة في أحواض الصويرة وأحواض شرق ميسان أحاول أقنع الناس بأنه يعني إيجاد الطريقة البديلة أن نحافظ على هذه الأنوان طبعاً صور كثيرة جزء بسيط جزء بسيط ويسير بما يحدث في عدم احترام الحياة في العراق طبعاً ما يحدث على العراقيين الكثير من الناس يقول لي موكتها هساً همشي التركيز على العراقيين الجواب مات يقول له لا كل شيء في العراق مهم وما ضمنها الأنوان جابين يونج ماكسويل طبعاً هذا الشخص هو باحث انجليزي زار منطقة الأهوار واستقار في منطقة العقر اللي هي في منطقة هور الحمار صدفة وجد هذا الحيوان اللي هو اسمه ماكسويل ياي أو ماكسويل أوتر طبعاً هذا النوع موجود في كل أنحاء العالم فقط في العراق كثير من الدول تعتمد على هذه النظرية أنه تجذب الإيكوتوريزم الساعد على جذب السياح وأصدار أموال لأنه يجون يصورون ويشوفون هذا الكائن الحي ومع الأسف توضع هذا الكائن الحي بالعراق وبالشكل التالي يصاد سنوياً بحيث أصبح من أندر الأنواع الموجودة بالعالم جلوبالي سبيشيز وقال ليه ما يصاد هذا الحيوان؟ يصاد على مود الفراء ماته لكثير من الأشغال من ضمنها تهريب المخدرات طبعاً الجواب على هذا الشيء طبعاً الجواب على هذا الشيء لا يعتمد على الداتا بيس لا يعتمد على الساينتيفك رسيرش الساينتيفك ميثودولوجي الميثودولوجيا التي تحتاجها أنت رجل الأهوار هو رجل بسيط فتحتاج تحكي وياه منطلق منطلق الفهم الروحاني فكانت الجواب قدامنا الذي هو مؤسس قبل خمسة آلاف سنة من قبل السوئرين فكانت التكلم مع الشيوخ الشيوخ العشائر فنقول عليهم بأنه هذه الداتا وهذه المعلومات فإذا ما رح تحافظون على هذا الشيء رح تبدأ الأنواع تتناقص تدريجياً ومن تتناقص تدريجياً ما رح تلقون أي شيء بعد ينصاد لعوائلكم في المستقبل فكانت عودة الأهوار هو في الشيء مهم لتكليل نجاح العراق الجزء الثاني من عملي كان الولوج إلى المنطقة الغربية منطقة الصحراء وشبه الصحراء طبعاً هذه المنطقة الغربية أنا أباوع على نفسي كل ما أسافر لهناك لأنه كل الأشياء غير متوقعة ممكن أنه كل شيء تتوقع طبعاً ما هي عبارة عن مجازفة تروح وأن لازم أجأك أحد يروح إلى هذه المنطقة لما يجمع البيانات على الأنواع الموجودة هناك شكوا ماكوا شين الأشياء شينو الداتا شينو الموجود فلازم أكو تحرك في ذلك المكان طبعاً كان الحركة ماتي هو عبارة عن مرافقة للقوات الأمنية العراقية من يقدر نطلع إلى أي مكان إذا ماكوا يعني أسكور مرافقة عراقية ليش؟ لأنه ترصد في كل مكان الأشياء التي تحدث هناك ما أحد ما يقدر يميزها فلازم نكون بالسيف سايد طبعاً من الغباء أنه تروح هناك بشكل منفرد أنت وكاميراتك والجير والمعدات ماتك راح سوف يعتقد بك خلاط ما يظهر وضع الحركة بالمناطق الغربية ومنطقة الصحراء العراق لا سيكون مواثل للمناطق الأخرى منطقة حارجة فنحتاج إلى نحتاج إلى حماية للفريق وحماية للتجار التي سيذهب لجمع المعلومات طبعاً التحدث مع البدو التحدث مع الناس المحليين كلها في سبيل المحافظة تقريباً على هذه الأنواع والتقليل من صيد الجار عليها لونغ لك بزرد انصاد أول عام سنة 2011 من ضمن مجموعة من تقريباً 12 ألف رابتور 12 ألف جارح انصاد وقدمه في العراق 90% من هذه الطيور تباع بالأسواق وتموت نتيجة لأسباب مختلفة نتيجة للمرض نتيجة للصدمة 10% فقط ينجو 90% من العشرة بالمئة يسافر إلى دول أخرى وهذا هو واحد من الباقي من هذه الآلاف التي سنحاول أن نطلقها إن شاء الله في السنة القادمة طبعاً أنا آسف أن أعرض لكم الحالة لهذه الأشياء لكن مثل ما يمر علينا كبشر الأنواع الأخرى أيضاً التي تلاقي الاحترام أنواع من السور تصاد وتوضع في أقفاص وتوضع في كيجز ما يتجاوز قطرها وحجمها أمتاراً معينة المناسبة الناس هي اللي تروح خارج المدن على مدى الصيد مو الحيوانات تأتي داخل المدن على مدى الصيد البشر فسؤال عجيب من أحد الأساتذة قل لي يا بأ أنتوا ما يخالف خلي صيدوها ما هي تأذي الناس فهذا المفهوم هو اللي إحنا نحاول نخيره ونحاول ندافعه خلال الخمسطعة سنة الماضية الصيد جائر مجرد خنازير محرمة بالإسلام محرمة بالإسلام صادها كذا عشرين ثلاثين واحد ومن ثم تركها وهكذا وين الرحمة اللي نصت بها عليها الإسلام كذلك أنواع مختلفة من الكائنات الحية وهذا جزء بسيط بالعودة إلى الرطبة في غرب العراق مضيافين الناس وكرماء ولكن في كل موسم بشهر الرابع تبدي عملية من أحقر عمليات الصيد جائر بالعراق تبدأ الناس بالمايكرو بالماتورسكل تروح وراء الإناث الغزلان الحوامل التوقيت للصيد هو يبدأ بفقط وضع الصغير ومن ثم الهجوم على الأم ذبح الأم وأخذ الصغير وبيعه مقابل 300 دولار إلى الدول المجاورة الحضارة يفرخ في شمال كازاخستان وأذربيجان ملايين الدولارات تصرف سنوياً من ضمنها العراق يساهم في حفاظة هذه الأنواع تأتي إلى العراق والأتصاد ساتيلايت ما مجرد عليها محمولة على أجزة التتبع كل السيغنال تنتهي بالعراق نتيجة للصيد الجائر الذئاب القططة البرية الماعز الوعل الجبلي مختلف ما موجود من الأنواع التي درسناها خلال سنوات البيولوجي جميعها مستهدفة بدون استثناء حتى الزواحف والبرمائيات كلها في سبيل أنه تتفاد وتنتقل من بيئتها الحقيقية وتباع في أبخس الأثمان ممكن إيجاد فرص عمل يستعيد بكثير كثير من هذه الأشياء عن قتل هذه الحيوانات كثير من الأشياء عرض التباهي في صيد هذه الحيوانات البرية اللي هي جزء من التراث الطبيعي العراقي الوضع في شمال العراق في كردستان نوعاً ما نوعاً ما مستيطرين بها من ناحية الصيد الحيوانات البرية ولكن في كل سنة الأسواق العراقية تملأ بالدببة وتملأ بالسناجب وتملأ بكثير من الأنواع التي تستورد من شمال العراق فهل حكومة إقليم كردستان هم تستمتعوني الآن؟ مع التعرف عن هذا الشيء الذي يحصل طبعاً هذا النموذج ممكن أنه يكون مطبق في جميل الحال العراق في تصوير الحياة البرية أكفت نوعاً من البشن أكفت نوعاً من الاحترافية بأن هذا الطير كأنما هو يتكلم معك بصيغة روحانية أنت لا تعرف شيء فكلما نعرض الصور ونعرضها بالمؤتمرات لاحق بأن الناس مدهوشين على هذه الأنواع الموجودة بالعراق على كثير من الأنواع الموجودة بالعراق والتي حالياً بدأت أعدادها تتناقص والتي ممكن هذا هو حضراتكم ترونه خلال هذا السيشن ممكن خلال عشر سنوات القادمة وعشرين سنة القادمة نكتفي بمشاهدة فقط بالصور أنواع كثيرة أيضاً موجودة في العراق بس أبدي ألخص الأساسية الماعز الجبلي في شمال العراق هو من الأنواع المهددة بخطر الإنقراب النمر الفارسي الموجود في شمال العراق هو نوع مهدد بالانقراب في وسط وجنوب العراق هو الرخمة المصرية نوع مهدد بخطر الإنقراب أصبحت عشر نوع من الأنواع المهددة بخطر الإنقراب موجودة في العراق كلها بسبب الصيد الجار في كل سنة أعطي محاضرات في جامعة بغداد أبدأ به تدريس الطلبة فالمكان الذي أدرس به هو قسم علوم الحياة باستثناء بقية الكلمات تبقى الحياة هي المنظر الأساسي فأثناء المحاضرات الهدف الأول والأخير الذي أكز به على خلال المحاضرات هو أنه يجب أن تحترم الحياة لتحترم وإذا احترمت الحياة واحترمت فأنت ستتقدم المستقبل شكراً جزيلاً وأصف على زعاد شكراً جزيلاً